فكك من الحاجات دي مش هنضعي وقت فيها انساها نرجع لمرموش مرموش النهاردة كان بيعمل كل حاجة في الملحب تعال اقول لك شوية ارقام بس الاول من المرموش مرموش النهاردة باعد بصدارة هداف الدولة الالمانية النهاردة مرموش بيسجل هدافين وهاركين مش عارف يسجل تخيل هاركين ده اعظم من اعظم المهاجمين لجنب التاريخ مرموش النهاردة وصل لتمن اهداف في صدارة هداف البونز ليجا بعدين مين هاركين خمس اهداف فرق ثلاث اهداف مرموش اكتر لاعب مساهمة في الاهداف بالدولة الالمانية كله 12 مساهمة سجل 8 اهداف وصنع كمان 4 اهداف وبقى مرموش اكتر لاعب في الدولة الالمانية الموسم ده يسدد على مرمو المنفسين ارقام مدهشة مرموش اكتر لاعب صنع فرص محققة في الدولة الالمانية هذا الموسم بواقع 6 فرص محققة واكتر لاعب فريقه في فريقه ويعني أكمل مراوغات النجحة بشكل عام على مدار الموسم منذ بدايته كمان في أرقام تاني؟ ماشي ما فيش تاني طيب دي أرقام مرموش دي أرقام مرموش تعال أقول لك النهاردة مرموش عمل إيه في الملعب؟ لقطات خطيرا مرموش الهدف الأول والهدف الثاني اللي صنعه تحديدا يعني الهدف الأول خطير خطير عدل الصور تحرك وسرعة وقوة وانطلاقة وزكاء ودهاء وكل شيء أحد أغني شوية بص مرموش فين هنا مرموش اللابس أبيض اللي عليه الدائرة دا غالبا اللي معها دا كان كيميتش غالبا يعني الدول الألماني اللي العيب الكبير أو كيميتش لا إرجع تاني في الصور الأولانية بس واحدة واحدة مرموش وراء كيميتش بص بقى اللي هيحصل هات اللي بعدها هات اللي بعدها مرموش بقى جنب كيميتش كمل مرموش خد الكورة ورايح هو بقى سابق كمل هبا سابق هبا انفراد هبا ما فيش حاجة اسماء لا السورة الحلوة يا جماعة فيش حاجة اسماء بقى حشوتها بكواليتي وحش التصويب كواليتي التصويب جاودة التصويب عند مرموش بص ستايل وبص الأمور البدنية واللياقة وتفاصيل كتيرة جدا بص الستايل بتاع التصويب بيسجل في مين يا جماعة بيسجل في مانويل نوير اللي فيه ناس كتيرة شايفة ان مانويل نوير ده أصلا أعظم حارس جي في التاريخ بيسجل في مين في مانويل نوير مرة واحدة لا هيسجل مرتين هاتل اللي بعدها بص بقى الصناعة الهاتف التالي تحلو برضو بس انا مش جايب الهاتف التالي بس دي مهمة أوش مرموش خد الكورة يا جماعة انا شايف محمد صلاح محمد صلاح لما بيعمل هجمة مرتدة مين اللي وراء مرموش ده وقف السورة لحظة لا ارجع ارجع معلش ناسر ارجع السورة الأوانية كمان كمان شنين قط مهمة أوش اللي قدام مرموش ده أوبي ميكانو أوبي ميكانو المدافع الفرنسي ده هو مصنف واحد من أسرع المدافعين في العالم مش بس مدافع جيد هو من أسرع المدافعين في العالم أوبي ميكانو قدام مرموش يا مرموش اللي وراه هات اللي بعدها مرموش كتف كتف مع أوبي ميكانو كوة بدنية رايح انت بقى شوية بص بيدو اليمين كده على جانب انت شوية بقى سيبنا نجري أوبي ميكانو بقى بيدرب الاسبرينت ومش عارف مرموش فرق على أوبي ميكانو فرق فرق طيب وصل لحد الجون قالك لا أنا كمان مش قلانش قدى لزميله جول سسته وكوة وسرعة مع مش مدافع بطيء يعني لو هو مثلا مدافع بطيء أقولك معلش مرموش عشان أسرع شوية فرق أوبي ميكانو سريع جدا فمرموش كمان على مستوى السرعة والقوة البدنيا مش بس سريع يعني ممكن يبقى سريع بس ضعيف بدنيا فأبي ميكانو يدي له كتف كده خفيف ييبقى على الأرض عادي وأبي ميكانو كو جد لا كتف بكتف رايح إنت أو ميكانو أنا أقوى مدهش بس بقى النهاردة مرموش تقريبا في كل مكان في الملعب بس دي نقطة معرفش إزاي يستغلها الكابتن حسام حسن بس نقطة قوة مرموش هي العمق العمق الهجومي حتة الحمراء الغمقى شوية دي ده أكتر مكان تواجد فيه عمر مرموش في المباراة النهاردة المنطقة الهجومية المنطقة اللي على حدود منطقة الجزاء دي اللي بيشتغل فيها عمر مرموش الديت اللي خده النهاردة في سوفا سكور 8.9 9 تقريبا لو في كين المباراة اللي فاتت كان 10 على 10 النهاردة بيلعب قدام باير ميونيخ وبياخد تقريبا 9 من 10 أرقام مدهشة لعمر مرموش